هنبح لك طبعاً أنا يعني هستهل الكلام بالحديث عن الاستثمارات بصفة عامة ولو بدأنا نبص على الأرقام ما فيه شك إنه حجم الاستثمار المباشر تقارير دولية كلها بتتكلم على يعني انكماش حوالي 24% لو بنقارن الفترة الراهنة بالسنوات الماضية ومصر تأثرت ما فيه شك إنما إلى أي مدى عندنا رؤية إنه هذا النوع من الانكماش في تضفق رأس المال المباشرة الاستثمارات المباشرة ممكن يحصل فيها حركة طيبة على مدار النصف الثاني من 2023 وطبعاً حقيقة الحركة هي حركة عالمية فيه عدد ترتيب الأوراق فيه اقتصاديات مختلفة يعني لكن أنا لو بصيت على مصر حلاقي إنه في الحقيقة على قد ما فيه انخفاض نسبي في السسمار الأجنبي العالمي مصر زاد فيها السسمار الأجنبي وتضفقاته خلال السنتين اللي فاتوا ويمكن من مقارنة من السنة اللي فاتت للنهاردة زاد بنسبة 70% ده في فترة إيه مقارنة بأي فترة؟ لحد 22 العام المالي الحكومي اللي بينتهي في 30 ستة 22 حصل فيه زيادة في الربعين الأولينين للمعام المالي الحالي زيادة عن نفس الفترة عن السنة اللي فاتت كان حوالي 3.5 مليار دولار النهاردة إحنا وصلين لحوالي 7 مليار دولار ده صافي تضفقات في النصف الثاني من يعني في 31-12 إذن وده تم الإعلان عنه من منك المركزي المصري إذن أنا على قدر الانخفاض العالمي إحنا بنتلع فده مهم جدا أنه إحنا نعرفه جميعا يعني مش كل بلاد العالم حصل فيها انخفاض بلاد زي الهند حصل فيها تطور كبير جدا مصر بيحصل فيها تطور طبعا في بلاد في المنطقة الشقائنا بيحصل فيهم زيادات في التضفقات عندهم وهكذا فهو بيحصل فيه عدد ترتيب للأسواق العالمية عموما وده ممكن يكون بالنسبة لنا فرص كبيرة جدا 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 نقدر إن إحنا نستفيد من ورها وده اللي إحنا عايزين نعمله دلوقتي أولا إحنا المنظومة للإستثمار في مصر النهاردة بيعاد سياغتها بشكل واضح ويمكن اللي حداكت فضلت بيه بالـ 22 قرار ده أحد الخطوات بعادة هيكلة منظومة للإستثمار في مصر طيب يمكن فيه مجموعة من التحديات اللي معروفة بشكل واضح ويعني كان تم الحديث عنها من مستثمرين عدة خصوصا في جلسات الحوار الوطني من موضوع البيروقراطية من موضوع طول أمد صدور الترخيص أو التصريح لبدء مشروع معين وده من الأمور اللي كانت يعني فيه قرار بشأنها من المجلس الأعلى لإستثمار من موضوع أن فيه بعض القرارات الهمة اللي بتصدر بالفعل سواء بتوجيه من سيد الرئيس أو بتصدر من الحكومة مباشرة إنما فيه عملية التنفيذ مع الجهاز التنفيذي بيبقى فيه بعض العقبات اللي موجودة على رأس هذه التحديات فيه الوقت الراهن طبعا التباين فيه سعر صرف العملة الأجنبية أو الدولار تحديدا إلى أي مدى كل هذه التحديات وفي ظل وجودها موضوع في الاعتبار بنشتغل عليها بقدر كبير جدا عشان نحاول نحجم التحديات فندي فرصة لانطلاق أكبر قدر من الاستثمار المحلي والأجنبي خلينا دي حركة يعني نظرة أشمل شوية إحنا بنبص دايما في عادة هيكلة منظومة الاستثمار في مصر بتبتدي من ما يطلق عليه رحلة المستثمر أو الانفستر جيرني فدي بتبتدي من أول ما أقرع المستثمر أن هو يجي مصر أو أقرع المستثمر المحلي أن هو يستثمر في مصر وبتمر في عملية نقول بروساسين كده وهو أبيئة العمل الحقيقة بتفضلت به ثم ما بعد ذلك ما نطلق عليه الأفتر كير يعني ما بعد الاستثمار بنبتدي بقى نرعيه فيه وانتبعه وهكذا وكمان بنساعده ما بعد ذلك فيه لو حصل أي خلاف ما بينهم أو ما بين بعض كمستثمرين أو خلاف مع الحكومة إحنا بنبص بقى على المنظومة دي بالكامل فبنحدد إيه الأنشاطة اللي إحنا عايزين نجذب فيها المستثمرين في أي اتجاه فتم تحديد الكلام دوت من خلال رؤية مصر عشرين ثلاثين ومن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة